وإلى ذلك تمكن أفراد فرقة الشلطة القضائية لأمن المقاطع الإدارية لبيرتوتا بالعاصمة من توقيف خمسة أشخاص مشتبه فيهم في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني من العملة الوطنية وطرحها للتداول حيث كللة العملية بتوقيف عناصر الشبكة واسترجاع مبلغ مالي مقلد بأكثر من ستين مليون سنتيم والعديد من الأغراض الأخرى كانت تستعمل في التزوير كللت هذه العملية من توقيف جميع المشتبه فيهم واسترجاع مبلغ مالي مقلد بأكثر من ستون مليون سنتيم ذات أوراق ألفين دينار وألف دينار دراجة نارية من نوع السيم آلتي طباعة متطورتين نوع إبسون وكانون متعددة الوظائف أدوات تستعمل في الجريمة مثل الكيتور ومستارة قياس خراطيش حبر ملون سائل ذات طابعتين حزمة أوراق بيضاء مهيئة للطباعة وبعد استكمال الإجراءات القانونية سوف يتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة